أهلاً أهلاً وسهلاً وخلونا نجدد الترحيب أو نبدأ الترحيب الحقيقي بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارب بجامعة الأصغر منورنا مولانا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ولكم وعليكم عندي سؤال يبدو بسيط هذا المقال مكتوب في إيه في عنوان أنا شايفه بالشألوب لا إن شاء الله معدول بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا المقال من باب أقيم الشهادة لله وما شهدنا إلا بما علمنا شهادة حق العنوان السادة الرئيسي السيسي وشؤون دينية هأوجز فيه شؤون إسلامية وشؤون مسيحية الشؤون الإسلامية أن السادة الرئيس طبعاً الجيش خير أجناد الأرض أنقذ الأزهر الشريف من الإختطاف لأنه ما ننساش ميليشيات خيرة الشاطر العسكرية حينما عملت تدريبات وما تدريبات في ساحة جامعة الأزهر التداعيات أنه عايز يرسل رسالة للعالم بأن الأزهر أصبح في عباءة الإخوان أو التنظيم الخاص المسلح بعد الشر وما فيش جامعة في الدينة تقبل أن يدخل شباب ويعمل لك استعراض عسكري لكن ده حصل وده الأزهر وده الأزهر نمر اتنين في دستور الإخوان دستور الإخوان نص على عبارة خطيرة جداً إما بيقول إيه الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على مذهب أهل السنة والجماعة يبقى دخلت هنا شريعة طائفية ولذلك الشيخ شلتوت رحمة الله عليه زمان أليه ما كانت شريعة الله تابعة لمذهب ولا محصورة على مذهب ولا مقصورة في مذهب لكن ده عدت على بعض الناس في دستور الإخوان لو ترجع لأي نسخة من دستور الإخوان تلقى العبارة الخطيرة دي اللي يقولك الشريع الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع على مذهب أهل السنة والجماعة إيه اللي بيحصل ده يعني النهار دا لما تيجي دولة تقول على مذهب الشيعة على مذهب الإباضية يبقى أنت خلت الإسلام طائفي والإسلام فيه التنوع الفكري طبعا بالإضافة وأقولك شاهد عيان عشان ننقل على الشؤون المسيحي في الفترة دي بعد 2011 إلى ما ربنا أزن في 2014 أخسم لك بالله ولمشاهدين كنت أدخل جامعة الأزهر محل عامل في مدينة نصر ألاقي النهار دا إعلان الشيخ السلفي فلان في محاضرة من غير ما يسأزون رئيس الجامعة عنده محاضرة وأشرطة وكتيبات وهابية سلفية عنف تكفيري إحنا عنينا عنينا الشيء اللي كان أخطر لما ميليشيات الإخوان حصره ومازال الحمد لله يسمعني وموجود الأستاذ الدكتور وسامة العبد حفظه الله كان رئيس جامعة الأزهر وتعرض الرجل لحصار كريه من مطالب فأوية من جامعة الإخوان عشان يعينه معيدين اللي يلاقي المعاونة عشان فيما بعد يبقى عضوه التدريس يبقى مسكه مفاصل الأزهر الشلي لا سلم سلم أيوة في وقعة التسامم الغذائي وربنا يمتع فضلت الإمام الأكبر الولي الصالح سيدنا الشيخ أحمد الطيب بارك الله فيه حصر مشيخة الأزهر في الدراسة في صلاح سالم وعبارات بزيئة ومتدنية